موسيقى سعد علامي كتيب عام أكسى خدمات المغرب هل تكلموننا على هذه الشركة التي ستدرها مع مؤسسة التربية من أجل تشغيل بمدينة الضلبيضة؟ هذه الشركة تهدف إلى اندماج الشباب في المغرب من أجل تطور هذا الموضوع الذي كنت تعرفه موضوع جد مهم من أجل تطوير المغرب وتطوير تشغيل الشباب دينا نحن في أكثر خدمات المغرب الشركة الحمد لله بتطور متطور هناك 3200 salariés وشكل عام أكثر من أجل تشغيل بمدينة الضلبيضة وفي هذا الموضوع نحن نتشغيل بمدينة الضلبيضة التي تهدف إلى تأسد الحاجات أولاً اندماج الشباب الخارجين في شركة معروفة كم أكثر ثانياً تطوير برنامج للمغرب من أجل تطوير مع أجل تطوير وتطوير 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 وفي هذا النوع من الشركة وشهد أول مرة وكي ينمووا تابعة الشباب لكي يدخلوا لسوق الشغل ولكنت مبادرة قبل نحن نمو بادرة قبل نحن نمو بادرة قبل نحن نمو بادرة عامين مع وزارة التعليم العالي من أجل تطوير أول لسانس ونالترنانس ونسيرانس وماروك مع تلسلين جامعات مع جامعة الرباط السلا وقنيترا اللي شافت أننا منها ندمجنا تقريباً مئات إتوديون ونالترنانس في أكسا واللي الآن أعطت واحد نتيجة جد مهمة وحنا فتطوير تطويرها باش ندوز إن شاء الله مرحلة أخرى مع الوزارة هدو مواضيع اللي بزمالينا مهمين بززاف لانكيما قلت في الأول هدو مواضيع اللي في عمق سياسة تطوير ديال المغرب وديال الشباب المغربي فكعنا بزاف مبادارات من هاد مدارة اللي هدرت عليها من هاد مدارة اللي هدرت عليها من هاد مدارة اللي هاد مهار ومن هاد مبادارات خراءة نحنا بطور الخدمة عليها ويعني بالنسبة للشباب وشواعيين يعني قبل إندمج فسوق الشغل يكون عندهم واحدة كوين خاصة وأن مؤسسات مثلا محل هاد المؤسسة ديال التربية من أجل تشغيل كتواكب هاد الشباب باش يلقاوا يعني عمل أنا كنحيي بزاف الدور اللي كتلاعبوا هاد في فو من أجل تبنجن ديماج الشباب اللي نعرفوه أنه الآن الحمدولله في المغرب عنا إمكانيات وعندنا فرماشيون تشغيل جيدة بالنجان اللي كنحيي بزاف هو سوفت سكيلز يعني الكافاءات يعني من حيات الكمبورتمان من حيات الإنتيجرات، من حيات العلم هذا الشيء هو في نحنا شركة دينا يمكننا تدعم وتعطي واحد دور ونحن نفعله أجوته لأجلاء الأمور يعني نحن نزيده هذا الشيء لن يعطيه بزاف لسلاغي دينا وهذا هو علشان دينا هذا الشركة وهذا هو المنتظر مننا في هذا الشركة بودة باركات المديرة العامة المؤسسة المغربية التربية من أجل تشغيل المعروفة في ماروك أريد أن تكلمني على هذا الاتفاق يدي الشركة اللي وقعتوه درنا اليوم أتفاق تشاركة مع أكسا سيرفيس ماروك اتفاقية اللي غادي تحاول تعاوننا أننا نواكبو شباب كتر اللي ولو جو شوق شغل أكسا سيرفيس ماروك تبارك الله عليهم عنهم من الإكسبرينس في المنتي دير أوفشورين ودير نوفال تكنولوجي دينفورماشون وإحنا كنقلبوه على الرافيق دينا جزتما في السكتور بخيفي في القطاع الخاص اللي عندو هدل 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 لدينا نذوقيو لدينا نذوقيو دي spin dir دي ل اللي عالي نحاولوا نواكبو للشباب العاطل لانعمل باش يولج هدل هدل لكن هدل طفي ت Spieler مهم جداً للمغرب لأننا نرى الاستراتيجية الوطنية التي يستطيعونها جميلة في مناطق العمل الحر في النفاس وفطنجة وفكازة وفروات ولكن كيف يبقى المشكلة للمهارات الشابة كان لديكاراج المهارات الشابة لدينا موجودة ولكن خاصة تكوينات تكميلية وفكازة تلك القناة في اللغة والمهارات 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 ومن ناحية القبيلية للعمل في المعارات التي تطلبه الكثير من التركيز والمسؤولية لذلك أحاولنا نقوم بالنقاط في هذه النقاط إذا يمكنهم الدراء بالنسبة لعبارة اليوم والإمكانة الصحفة في الواقعك ، طلبهم البدايب وليستهم أن نعمل جميع العملية لذلك ، أصدقوا على التعاملات السبعة أسم ее Bertrand Golando. أُدرجة أكثر كبيراً لكي نعمل من عشرة العريضة المحدة قلنا نفس المعاركة عن هذه المصطحة للمقدار. منع شيئاني وغلية نعمل بالطبيعات التي تؤثر انها مهلة الكثير من الم Gurوحة où un des axes très forts est justement de travailler sur l'employabilité des jeunes. Donc, on a déjà mis en œuvre certains projets. Maintenant, on passe avec l'EFE à une autre dimension où on va travailler non seulement sur l'employabilité, le recrutement, tout simplement, mais aussi, on va travailler aussi sur les axes de formation, aussi bien de la part de l'EFE que nous-mêmes allons contribuer justement à leur catalogue de formation. Et le groupe, est-ce qu'il travaille sur l'insertion professionnelle des jeunes ? Alors, nous avons déjà, déjà le groupe AXA est très engagé dans ces actions d'inclusion professionnelle. Nous-mêmes, nous l'avons déjà lancé au travers d'une licence professionnelle en alternance qu'on réalise depuis maintenant trois ans avec l'université de Rabat pour justement proposer un chemin professionnel un peu différent pour des gens qui ont des licences en économie ou autre et donc qui ont une formation vraiment sur l'assurance. Et quels sont vos attentats sur cette convention ? Alors, nos attentes, c'est évidemment de pouvoir embaucher plus de jeunes, évidemment, d'aider l'EFE dans sa mission et donc comment ? C'est justement en mettant à leur disposition nos compétences, aussi bien en matière de formation qu'en matière de coaching, mentoring et ainsi de suite. … تنسوش تقابونا وفلاشيني يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام